اعزائي تارة يفترض ان اثبات وجود الله امر مجهول عند الانسان لا يعلم به يعني ثابت له او غير ثابت غير ثابت عنده فيحتاج الدليل لاثبات وجوده عنده فهو مجهول بالدليل يجعله ماذا معلوما ما ادري واضح ولا من قبيل اعزائي من قبيل ان النار محرقة او ان النار غير محرقة لو ان انسانا لم يرى النار على الاطلاق ووضعنا امامه نارا فسألناه محرقة او غير محرقة يعلم او لا يعلم لا يعلم امر مجهول عنده نعم يستطيع ان يضع يده او شيئا في النار بالتجربة يفهم ان هذه النار ما هي محرقة ومؤلمة ونحو ذلك فهو قبل الدليل كان الامر بالنسبة اليه ما هو مجهول بعد الدليل صار ماذا معلوم هذه حالة اعزائي التفتولي جيدا التفتولي جيدا جدا الحالة الثانية ان يكون هناك شيء معلوم عند الانسان ولكنه يغفل عنه مو مجهول ما هو معلوم ولكن قد يلتفت الى ما هو معلوم وقد ماذا وقد لا يلتفت فمع عدم الالتفات يكون المعلوم مجهولا لو مغفولا مغفولا عنه من قبيل ماذا من قبيل انه انت تعلم انك موجود او لا تعلم تعلم انك مفكر او لا تعلم هذه كلها معلومة لك او مجهولة معلومة للانسان ولكن قد يغفل عنها فاذا غفل عنها يأتي استدلال يقول انا افكر اذا انا شنو موجود يعني اذا انا موجود يعني كان مجهولا عندي اني موجود له مغفول عنه اي منهم مغفول لانه انت تعرف نفسك ولا تعرف بل الانسان على نفسه بصيرا ولكن قد يغفل عن ماذا عن هذا المعلوم فيكون امرا شنو مغفولا يعني غير ملتفة اليه السؤال الاول خلو ذهنكم اذا اتضحت هاي المقدمة السؤال الاول الله اثبات الله يعني اثبات وجوده هل هو مجهول يحتاج الى دليل لاثباته او معلوم مغفول نحتاج الى دليل للتنبيه عليه اي منهم ياهو عزيزي يوجد اتجاهان عزيزي توجد ماذا ها نظريتان نظرية تقول ان وجوده معلوم لكل من الانسان لكل انسان موجوده معلوم ولكن توجد هناك عوامل متعددة قد تغطي على هذا الامر المعلوم اذا اردت ان اقرب المسألة الى اذهان الاعزة من قبيل الشعور واللاشعور عند فرويد فرويد يعتقد ان هناك امور ما هي موجودة في الانا الاعلى ملتفت اليها او غير ملتفت ده تؤثر ولكن انت تلتفت او لا تلتفت فيأتي المتخصص النفسي يخرج ما هو كامن اين في وجودك في لا شعورك فهذا العالم او هذا المنبه او هذا المذكر يوجد امرا معدوما لو يلفت نظرك الى امر موجود اي منهما ما ادلو واضح او لا استطاعت ان اوصل الفكرة الى العزة الاتجاه الذي يقول انه مجهول هذا معناه يحتاج الى دليل لاثبات وجوده حتى يكون معلوم الاتجاه الثاني الذي يقول معلوم بعد لا نقول نحتاج الى دليل لاثبات وجوده لانه هو تحصيل للحاصل نحتاج الى ماذا تنبيه نحتاج الى تذكير نحتاج الى ان الانسان يمر بحالة لعل هذه الحالة تكون سببا لأي شيء ها لان يزتذكر ما هو كامن في وجوده واضح صاري ولا اعزنان جملة من المتكلمين والفلاسفة والعرفاء يقولون ان اثبات وجوده كامن في وجود الانسان كامن كامن شنو شنو كامن خلي اقرب المطلب اكثر الى ذهنان يا عزان خذ قطعة من الحجر هذه فيها نار او لا توجد فيها نار فيها نار او لا خذ قطعتين من الحجر ثم شنو ادلكهما دلكا شنو يخرج منهم شنو النار من اين جاء فاقد الشيء يعطي او لا يعطي اذا الشيء فاقد للنارية يمكن ان يوجد نار اذا النارية كامنة اين في الحجر نعم تحتاج الى تدليك حتى شنو ها يخرج الكامن الى الظاهر يخرج الباطن الى الظاهر ما ادري واضحة الفكرة او لا اثبات وجود الله في الاتجاه الاولى والاتجاه الثاني هنا يوجد اتجاهان الاتجاه العام بشكل الفتوى اقولها للاعزة بشكل الفتوى الاتجاه العام عند الفلاسفة عند المتكلمين من الاديان السماوية كاليهودية والنصرانية عند اورسطو افلاطو ولعله اخرين هو انه غير موجود مجهول والدليل ماذا يثبت وجوده الاتجاه العام في النصوص القرآنية هو شنو ما هو معلوم ولكن مغفوض وهذا هو الذي يسمى في الصلاحات المعارف الاسلامية بالفطرة دليل الفطرة مو مراد من الفطرة يعني الفطريات للمنطق الاورسطي ان شاء الله بعد ذلك ابين لا لا يعني ان اثبات وجوده معلوم عند من ها عند الانسان اذا ماذا يحتاج هذا الكامن ان يخرج الى ماذا الى الله هذا الباطن يخرج الى ماذا الى الله سطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق طبعا هذا دا اقوله لمن اعتقده بالاسلام ومن اعتقده اللي ما ما اعتقده بوجود الاله المرد اقول ايه هذا دليل قرآني لاثبات وجود الله انا اقول هذا التصنيف موجود ولكن هنا انا ادعو الاعزاء توجد في النصوص الروائية تقول ان تعرض نفسك لحالات التفت جيدا لحالات لا تجد اي وسيلة وسبب للنجاة اند ذلك تجد من باطنك تتعلق ان هناك شيء يستطيع ان ينجيك وانا كل الاسباب تنجيك او لا تنجيك ها كلها مغلقة كلها ولكن مع ذلك لا شعوريا لا شعوريا تلتفت او ها تتوجه يمكن توجد قوة تستطيع ماذا ها ان تنجيني هذه اشارة الى اي الى اي اي نظرية ها نظرية الفطرة تعالوا الى هاي الرواية اللي انا مرارا ذاكرها للعزاء اعزائي في توحيد الصدوق شوفوا الاعمة كيف مروا على هذا الطريق قال رجل للصادق يا ابن رسول الله دلني على الله من يقول الله موجود ومن هو هذا تقولون الله الله ما هو دلني على الله ما هو فقد اكثرى المجادلون يا ابن رسول الله دلني على الله ما هو فقد اكثرى علي المجادلون وحيروني كما الان نجده الانضاء موجودة او غير موجودة نعم هذا يقول توجد ادلة ذاك يقول ماذا لا توجد ادلة ونحو ذلك اليس كذلك والشاب ليس متخصصا في الحوزات العلمية حتى يناقش هذه الادلة ويقدم تلك الادلة او يناقش تلك الادلة ويقلب ماذا يحصل له ها حيرة وهذه حيرة واقعا محمودة وليست حيرة مذمومة ولكن بشرط انه يبحث للوصول الى ماذا الى شاطئ اليقين الى شاطئ الاطمئنان فقال له يا عبدالله هل ركبت السفينة قطو هسا في زماننا قليل نركب سفينة يعني هل ركبت شن طائرة قطو في السيارة ما اكو مجال تقول لي قد توقف السيارة ولكن تعلم انت في الهواء معلق مولانا اذا موقعت الطائرة بها مجال مولانا والله ايدي تنكسر الراسي ينكسر له ماذا يحصل ولهذا عادة من تسقط الطائرات تسع وتسع وتسعين وتسع وتسعين شنو موت وانت شفت الطائرة مولانا يمينا ويسارا وما اتصور الي راكبين الطائرات ما مر بهم هذه الحالة ها قال نعم قال فهل كسر بك يعني شنو هي جاءت مطبات شنو هوائية مولانا والطائرة مولانا تسع تنزل مولانا في مهب الريع مولانا على ساعة شنو انت انت والموت شنو ثواني فهل كسر بك حيث لا سفينة تنجيك ولا السباحة تغنيك الامام يريد ان يقول له ان كل الاسباب المتعارفة شنو انقطعت بعد لا يوجد طريقهم قال نعم قال فهل تعلقك القلبك هناك ان شيئا من الاشياء قادر على ان يخلصك من ورطتك ام لا قال نعم لا شعوريها لتصور بانه مول بعض قد يقول هذا من التربية لا اطمع انه هي جنو قضية جنو مارد عب التعبير القرآني لا شعورية تجد حتى لو ما تقول الهي ولكن قلبك يمكن يعني يمكننا خلاص هل تعلق قلبك هناك بشيء قادر على ايه قال نعم قال الصادق فذلك الشيء هو الله القادر على الانجل هاي وهي الحقيقة وهذا الدليل عبروا عنهم يا دليل هذا هذا الدليل الذي يقول وجوده التعلق به امر ها كامل في وجود الانسان فقط يحتاج الى ماذا تنبيه يحتاج الى ان تمر بحاله وبتعبير امير علي ابن ابي طالب يحتاج الى اثارة يثير لهم دفائن العقول انتو جايزين المحراث ماذا تفعل عزا ها المحراث في الارض ماذا تفعل ها تخرج الدفين المدفون موجود هس الان احنا ما راح ندخل في دليل الفطرة وما معنى الفطرة وما هي خصائص هذا الدليل هذا طريق عبروا الطريق الاول وهو الذي يعتقد التفتول جيدا يعتقد ان وجوده معلوم وجود الله او وجود الاله معلوم عند الانسان ولكن يحتاج الى ماذا ها الى منبه الى مذكر ولعله التفت جيدا هذا المعنى اللي قاله الامام الصادق سلام الله عليه التفتول جيدا هذا الذي قاله الامام الصادق لعله مستفاد من اية قرآنية تعالوا معنا في سورة يونس اعزائي في سورة يونس الاية 22 يقول هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك يعني في سفينة ماذا في البحر وجرين بهم بريح طيبة الهواء مولانا ساكن مرتب مولانا وفرحوا بها كاملا مولانا جالس مولانا على الكرسي وينظر الى هذا الافق الواسع وشنو مولانا ها ويشرب ما ادري كذا خلص خلص اي شئ يريد يشرب مولانا جاءتها ريح عاصف فسوت مولانا بالسفينة ها بدأت تتلاطم مع الامواج وجاءهم الموج من كل مكان فانقطعت بهم الاسباب وظنوا انهم احيط بهم خلص الموت ماذا احاط بهم احتوش احتوشهم الموت من كل جانب يقول هنا دعوا الله مخلصين له الدين عجيب قرآن يثبت لهؤلاء ماذا الاخلاص الاخلاص يقول لماذا لانه يقول السبب في هذا الشرك من اين يأتي يأتي من الاسباب من الاسباب دعوا الله مخلصين له الدين لان انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين التفج جيدا فلما انجاهم ها بمجرد وصل الاشاط الامان الاسباب شنو وجدت اذا هم يبغون في الارض بغير الحق اشركوا مرة ما ادري واضح وايات متعددة في القرآن انا ما رد استدل الاعزة المبعض يقول لي سيدنا انت تستدل بايات قرآنية لا عزيزي لا اريد اقول المنهج الاسلامي لاثبات وجود الله هذا منهجه وانا اتصور كل واحد من الاعزة اللي يتابع هذه الابحاث بامكاني ان يجرب ما بها مشكلة يعني يمر بحالة فلينظر الى نفسه بيني وبين الله يتعلق قلبه بشيء او لا يتعلق هذه بعد ليست قضية شنوية ها قضية تعليمية واكتسابية لا قضية غير اختيارية عند الانسان هذا هو الاتجاه اتجاه ال شنو الاول